السلام عليكم واسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة وسلامة ويوم سعيدة للجميع وحياكم الله معنا في الحلقة الرابعة من برنامج غربان وسيارة جديدة وسيارة عريقة وسيارة من الصانع الامريكي الفورد يمكن في لها شعبية كبيرة ولكن فيها بعض الموديلات اللي حبيت انها تكون ضيفة حلقتنا اليوم اللي هي الموستنج الماك 1 خلونا نتعرف اليوم على تاريخ الماك 1 وش معنات الماك 1 وليش اختاروا اسم الماك 1 وش اللي يخليها مختلفة عن الموستنج الجي تي او حتى فئات الشلبي اذا بنتكلم عن الجي تي 350 او الجي تي 500 فحياكم الله معاي اليوم وخلونا نشوف هالجميلة من الموستنج بداية استخدام الفورد للماك 1 مع الموستنج له تاريخ قديم وكانت بدايته في نهاية الستينات للمنافسة الشرسة اللي كانت بين الصناع الامريكان في عالم السيارات الرياضية فالموستنج في ذيك الفترة كان اسمها اللي هي الجيل الاول كان اسمها موستنج جي تي اللي هي سيارة الجراند تورينج او سيارة حقه الرياضية ولكنها حقه تسافر وروحه وتسافر فيها وتتماشى ومنها الامور لكن ما كانت متخصصة او مخصصة للحلبات فكان الاسم ما كان مناسب انه يكون سيارة ذات اداء رياضي ومع المنافسة اختارت الموستنج واختارت الفورد مسمى ماك 1 اللي هو سرعة الصوت علشان يقولون ترى سيارتنا عنا محركها غير والنظام التعليق اللي فيها غير والستب حق السيارة بالكامل مختلف كليا عن الجي تي بالاضافة الى كت خارجي علشان يميز الماك 1 عن سيارة الجي تي بعدها توقف فترة طويلة في الالفين وثلاثة او في الجيل الرابع من الموستنج رجع الماك 1 ثم نوقف تقريبا من الفين واربعة الى الفين وواحد وعشرين تقريبا نتكلم على سبعة عشر سنة رجعت الماك 1 في الالفين وواحد وعشرين بتغييرات خلنا نقول جميلة وما هي بالغالية جدا اللي يدور للسيارة هذه يقول انه صعب اني احصل على الجي تي الـ 500 او الجي تي 350 فالموستنج وفرت لك الماك 1 اذا انك شخص تقول والله ودي بالسيارة الاساسية اللي هي الجي تي ولكن تعدلات خفيفة بحيث اني اروح فيها حلبات اذا بنتكلم عن اهم ميزة في السيارة هذه اللي هو المحرك نفس المحرك اللي موجود في الجي تي اللي يسمونها الكويوتي اللي هو 5.0 V8 التنفس الطبيعي خلوه اقوى شوي 408 احصان على سرعة 7000 RPM والتورك 569 نيوتن متر على سرعة 4600 RPM طبعا في الـ 2022 نزلوا تقريبا من قوة المحرك تقريبا 10 احصان وتقريبا 13-14 نيوتن متر مع انه كانت خطتهم في البداية لما نشتغلوا على الماك او الماك 1 كانوا يبقون يطلعون سيارة بمحرك 525 احصان و 610 نيوتن متر العزم ولكن ربما لهم خطط اخرى يبقون يخلون فيه مساحة للموستنج الجديدة اللي هو الجيل السابع يكون لهم مساحة او براحة ان يحاولون ان يعطون فيها باور اعلى او عندهم ممكن ريجوليشنز او انظمة وقوانين ممكن منعتهم ان يطلعون المحرك هذا ولو انه كان بيكون جدا ممتع وجميل فوق هذه مميزوا صوت الماك 1 بنظام عادم رياضي خاص في الماك 1 رح تسمع صوت السيارة هذه من اول ما تشغلها من احد الاصوات اللي ممكن انك تسمعها من السيارات الامريكية وخصوصا الموستنج بالاضافة انه عندك خيار تقدر تعدل صوت الاكزوز اذا تبغى يكون هادي او خفيف او عالي او في حلبة او حتى لما تجي تشغلها مثلا اخر الليل او في الصباح تشتغل بصوت هادي بحيث انه ما احد يصح من اهلك او الجيران لو بناخذ جير السيارة هي تجي على فئتين الجير التماتيك اللي هو العشر سرعات والجير العادي ولكنهم كلهم معدلين ومميزين وخاصين في الماك 1 لو بناخذ الجير التماتيك غيروا التور كونفيرتر اكبر ويتحمل اكثر واضافوا مبرد للجير علشان يتحمل الاداء العالي في الحلبات الجير العادي مختلف كليا عن اللي موجود فيه الموستنج الجيتي اللي هو من ترمك وشورت شفتر وست سرعات ونفس الشي له مبرد خاص فيه واكيد مثل ما تتوقع سيارة رياضية واداء رياضي وتستخدم في الحلبات فشي طبيعي ان يكون فيها المتد سلب دفرنشل في الخلف علشان يساعدك تطلع من الكورنر باسرع وقت او باسرع تايم تقدر تاخذه من الماك 1 وعلشان الفورت تقولك ترى حنا ما اخذين الموضوع بشكل جدي اخذوا قطع كثير من الجيتي 350 ومن الجيتي 500 عندك الانتاك الانجين اويل كولر عندك الاويل فلتر كلهم مشتركين مع الجيتي شلبي اللي هي 350 او ال500 وعندك الفريم الامامي اللي يحمل او اللي يكون فيه نظام التعليق الامامي والخلفي اللي يسمونا السبفريم ما اخذينه من الجيتي 350 بينما المبرد حق الرير اكسل والتو والدفيوزر الخلفي ما اخذينها من الجيتي ال500 الشلبي يمكن اغلب الاشياء اللي ذكرتها قبل وشي الاشخاص العاديين يمكن ما يشوفها او يلاحظها او ينتبه لا سواء كانت نظام التعليق التيونينج السبفريمز كل الامور هذي ما رح تشوفها الا اذا اخذت السيارة في حلبات وطلعت الطاقة الكبيرة اللي موجودة في الماكوان يمكن تتعرف السيارة هذي من بره اذا شفتها من قدام بروح تشوف واجهها مختلفة كليا اغلبها فتحات تبريد واضافوا عليها الدائرتين اللي موجودة في الشبكة الامامي اتذكرك في ماضي الماكوان والموستينج في ماضيها العريق اللي يمتد تقريبا خمسين عام الماكوان من بره تتميز في السبلتر الامامي او الدقن الامامي والجناح الخلفي وبعض التعديلات في كبوت السيارة هذي كلهم مع تعديلات تحت بدي السيارة كلها زادت في الارفورس تقريبا او ضغط السيارة من الهواء تقريبا 22% الشيء هذا يساعدها في اللفات وفي الكورنرات انها تكون اسرع من الموستينج الجي تي وتكون اثبت في الحلبات من الموستينج العادية واذا من نتكلم عن بريكات السيارة فشيء طبيعي سيارة رياضية وتستخدم في الحلبات فاكيد انها تحتاج تبريد اعلى وهذا الشيء اللي اضافوه وغيروا شغلات في نظام البريك بحيث انها تتحمل الاداء الرياضي وتتحمل الضغط العالي في الحلبات ولا ننسى ان البريكات اللي موجودة في الماك ون من شركة برنبو كل الاشياء هذه اذا ما عندك نظام تعليق يتحمل الضغطات العالية في الحلبات معنات انك رح تخسر التوقيت ورح تخسر المبالغ اللي انت دفعتها على السيارة هذه لذلك السيارة هذه نظام التعليق اللي فيها الماقنة رايد او الماقنة رايد صار عليه تيونينج وتعديلات بحيث انك لما تدخل في كورنرات السيارة تكون اقسى فما تتمايل لما تلف مع اللفات اللي تكون فيها سرعات عالية او انك مثلا تمسك بريك او انك تدوس بنزين فما يصير فيه الوجه السيارة يرتفع او ينزل او لما تلف انها تتمايل السيارة كل الامور هذه علشان تعطيك اللي هو التماسك في حلبة السباقات عشان تاخذ افضل اداء وتستمتع في نفس الوقت ان السيارة تكون راسية وثابتة داخل الحلبة ومن الشغلات اللي ممكن تجذب نظرك اول ما تشوف الماك ون يمكن تكون الجنوط او الرنقات اللي موجودها في السيارة وهي اعرض تقريبا قدام وورا بنص انش عن الموستنج الجي تي علشان تعطيك تماسك اكثر في حلبات السباق وكيف تكون سيارة مخصصة للحلبات وما يكون عندك في وضعيات القيادة شي اسمه ترايك وهذا الشي اللي اضافته الفورد في الموستنج الماك ون انه صار عندك الان مود اللي هو الترايك يجهز لك السيارة بالكامل للحلبة تقدر تستمتع فيها وعندك تطبيق للحلبات عشان تقيس تصارعك من صفر الى مية او الكوارتر مايل وكل هالأمور وتاخذها في موبايلك وتشاركها مع اصدقائك وعندك اللونج كنترول اذا حاب انك تجرب اداء السيارة من الصفر الى المية سواء ان كنت في القير العادي او القير التماتيك واخيرا وليس اخرا دائما شركات السيارات يطلعون لك تحفة وايكونيك ولكن تلقاهم فجأة في اخر المطاف يطلعون لك بيكيج يكون مميز او يميز لك السيارة اكثر رح تدفع عليها مبلغ مو بسهل ولكنه فعلا يميز لك السيارة فالماك ون في عليها اوبشن اللي يسمونه الهاندلينج بيكيج يعطيك الفرونت سبلتر او الدقن الامامي يكون اكبر وفعلا اكبر بشكل كبير وعندك الجناح الخلفي يكون اكبر وبارز بشكل كبير نظام التعليق تيوند او معدل وعندك نفس الشي الرنقات والكفرات والتواير بتكون اكبر ورياضية اكثر لدرجة انك ممكن انك تطلب على السيارة هذه الكب تيرز اللي مخصصة للحلبات بنهاية حلقتنا اليوم اتمنى انكم استمتعتوا معاي في تعرفنا على تاريخ وماضي واصالة الماك ون واللي اتحفتنا الفورد انها ختمت تاريخ الجيل السادس ماك ون سيارة رياضية مخصصة للحلبات جميلة وممتعة ومميزة جدا عن الجي تي وعطتنا امل جديد على الماك ون الجيل السابع اللي احنا كلنا مبسوطين انها لازالت تنفس طبيعي او في عندك خيار انها تكون تنفس طبيعي وثمانية سيلندر وصوت عالي وتعطيك الاداء اللي حنا متعودين عليه من سيارة الفورد موستنج نشوفكم ان شاء الله غدا في حلقة جديدة وسيارة جديدة وفمان الله